عايزين نروح بقى محمد سروت بسم الله الرحمن الرحيم انا سعيد جدا حقيقة النهاردة وبشكر الدكتور حسن راتب زي ما الكل شكروا وبهني زملتي واختي وعزيزتي ومشوار كفاح ومشوار كله وحاجات قيمة وجميلة دكتور ايناس عبدالدايم انا مؤمن ان شاء الله انها هتقدر تتجاوز كل ما ذكرتوه من امنيات ومشاكل وعقبات قيادات وزارة الثقافة بحييهم كلهم حقيقة وشايف فيهم كل الخير وكل الامل ولكن اللي عايز اقوله باختصار انه في مثل بيقول تكلم كاي اراك اللي هو المثل الصيني فاحنا النهاردة عندنا منتجات ثقافية كثيرة جدا محتاجة انها تتشاف فلعايز اقوله دكتور حسن هل ممكن قناة واحدة من المحور تصبح قناة وزارة الثقافة عشان اشوف فيها الثقافة الجمهرية والمسرح انا ليه انا واحد من الناس ليه تلت مسرحيات ما شافوش النور مسرحيات وزارة الثقافة مازالت حبيسة الادراك خمسة وتلاتين سنة خمسة وتلاتين سنة هشوف كل ليه لعروض الأوبرا على الهوى هشوف كل يوم ثقافة جمهرية هشوف برامج للطفل هشوف مصرح الطفل هشوف الكتاب هشوف الوسائق هشوف كل الكلام ده الناس الرجالة دي النهاردة مجهودة يظهر ازاي انا بتقوله التطرف طب ما انا غنيت في الانشاد الديني في عز التطرف وحضرت في مسرح الهناجر ندوات للتطرف الكلام ده كله موجود بس اين وصوله للناس الناس شافيته فين شافيته امتى النهاردة السوشيال ميديا والموبايلات مسيطرة على الناس لازم نتكلم بنفس اللغة مش عايز اطول عليكم